اشتركوا في القناة كان سنة 1937 عامل تنظيف في مدينة ديترويت الامريكية وذات يوم وهو يباشر عمله سقط عليه من حيث لا يدري رضيع من الطابق الرابع للبناء المجاور له وبفضل وقوعه على جوزيف فقد تجنب الموت باعجوبة غير ان الاكثر غربة هو تكرر الحدث ذاته بعدها مع طفل لم يتجوز السنتين ومن جديد بقي الطفل ثاني حيا بفضل وقوعه على جوزيف كارتون ذي سيمسونز لطالما نجح البرنامج بل واذهل متابعيه بعدد كبير من التوقعات التي صدقت ومؤخرا وعيد الموضوع ذاته بعد انفاز دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية ليعتمد البعض على حلقة تحاكي لدرجة كبيرة مشهدا وقعيا لدونالد ترامب على درج متحرك غير ان حقيقة هذه الحلقة انها كانت جديدة تم تنفيذها بعد اعلان فوزه سلفا وحدوث الوقع التي تم تقديمها لكن احدى الحلقات القديمة التي بثت سنة الفين بعنوان بارت الى المستقبل وكانت قبل بداية شهرة ترامب اظهرت الفتاة وقد اصبحت رئيسة للبلاد وهي مجتمعة بافراد حكومتها للبحث عن حل للفوضى التي خلفها الرئيس الذي سبقها للحكم ولم يكن هذا الرئيس الا دونالد ترامب نفسه الرئيسان الامريكيين جون اف كينيدي وابرهام لينكن يشتركان في كونهما قد تعرض للاغتيال عدا عن ذلك فلديهما امور كثيرة اخرى يتشبهان فيها لدرجة مخيفة فكل منهما تم انتخابه للكونغريس بالتولي سنة 1948 للأول و1848 للثاني وكلهما نصبا رئيسين للولايات المتحدة الامريكية سنة 1960 للأول وسنة 1860 للثاني القى ايبراهام لينكن خطبه جيتي بيرغ شهر نوفمبر سنة 1863 فيما تم اغتيال كينيدي شهر نوفمبر سنة 1963 خلف لينكن كرئيس جديد اندرو جونسون المزداد سنة 1808 فيما خلف كينيدي كرئيس جديد ليندون جونسون المزداد سنة 1900 وثمانية ما هي الاحتمالات شهر يوليوز من سنة 1974 كان الشاب نيفل ايريكسون يقود درجته النارية في بورمودا ليتعرض بعضها لحادث سير ادت به للوفاة بعضها بسنة في شهر يوليوز 1975 كان اخوه يقود درجة ذاتها لتصدمه سيارة اجرة ويموت على اثرها الاخوان كان قد بلغ سبعة عشر سنة وقت وفاتهما وسيارة الاجرة التي قتلت كل منهما كان يقودها في المرتين الشخص ذاته بل وهناك من اضاف ان السائق كان يقل الشخص ذاته في كلتا المرتين قصة ارثر غوردن بيم سنة 1838 قدم ايدغار الان بو قصة ارثر غوردن بيم والتي تحكي عن شخص علق بعض عصفة في البحر على مركب صغير وبعد ان عانوا من الجوع قرروا ان يلتهم احدهم اسمه ارثر باركر بعدها بستة واربعين سنة في سنة 1884 تسببت عصفة في عزل اربعة اشخاص على مركب صغير دفعتهم الظروف الى اكل الاضعف بينهم وكان اسم هذا الشخص ارثر باركر مارك توين سنة 1835 مباشرة بعد ظهور مذنب هيلي سيولد سامويل كليمنز المعروف باسم مارك توين ليصبح كاتبا معروفا في زمنه غير ان المصادفة الغريبة في قصته ان مذنب هيلي يظهر كل 76 سنة وسنة 1905 تنبأ مارك انه سيموت مباشرة بعد ظهور المذنب وفي سنة 1910 بعد يوم واحد من ظهور المذنب تم تسجيل وفاة مارك توين بازمة قلبية عند وضع صورة كل من انزو ومسعود اوزيل بشكل متجور يمكن الاعتقاد بوجود رابط عائلي بينهما او حتى كون الصورتين للشخص ذاته غير ان الحقيقة ان كل صورة هي لشخص مختلف فاحدهما هي لانزو فيراري المتسابق ومؤسس شركة فيراري للسيارات في مثانية خاصة باللعب ذي الاصول التركية والالماني المولد مسعود اوزيل وهو لعب كرة قدم لعب سابقا لفريق ريال مدريد واهم صدفة باستثناء شبه الكبير بينهما هي ان انزو وطو في شهر غشت سنة الف وتسعمائة وثمانية وثمانين فيما ولد مسعود شهر اكتوبر سنة الف وتسعمائة وثمانية وثمانين مصادفة تيتانك كلنا نعرف قصة تيتانك لكن قلة فقط من تعلم انه سنة الف وثمانمائة وثمانية وثمانين اربعة عشر سنة قبل غرق السفينة قدم الكاتب مورغان روبرتسون رواية بعنوان فيوتليتي وفيها ذكر السفينة اسمها تيتان وانها اكبر سفينة في العالم وغير قابلة للغرق غير ان هذه السفينة ستغرق شهر ابريل بسبب جبل جليدي تماما كما سيحدث لسفينة تيتانك بعدها اضافة لذلك اشتركت القصة في حقيقة قلة مركب الانقاذ في كل واحدة منهما حياة توأمين بعد ميلادي توأمين تم التفريق بينهما وارسال كل واحد منهما للعيش مع عائلة تبعد عن الاخرى اربعين ميلا كلا طفلين سمي جيمس وكلهما امتهنا مهنا احتاجت لدراسة القانون واخرى متعلقة بالامنة كلاهما تزوجا امرأتين تدعيان ليندا وكلهما طلقهما ثم تزوجا بعد ذلك امرأتين تدعيان بيتي وكلهما لديهما ابن اسميه جيمس اهلا مع اختلاف بسيط في طريقة كتابة الاسمين عند اجتماع التوأمين صدم بهذه الصدف كما صدمنا ايضا ولمر مكلين ولمر مكلين تبعته مصادفة سيئة متعلقة بالحرب فقد كان يعيش في مانساس جانكشن في ولاية فيرجينيا الامريكية وكان له نهر اسمه بولرون كان يعبر مزرعته سنة 1861 كانت هذه المزرعة ارض اول معركة في الحرب الاهلية الامريكية بين الشمال والجنوب وللهرب من الحرب انتقل ويلر مكلين الى قرية صغيرة تسمى ابو ماتيكس كورتهاوس وسنة 1865 انتهت الحرب بمعركة اخيرة حدثت في تلك القرية ليقرر قائد المعسكرين التوقيع على وثيقة لانهاء الحرب في بيت مملوك لولر مكلين نفسه ما هي اكثر مصادفة عجبتكم وصدمتكم بل ارعبتكم شاركونا اجوبتكم في تعليقات اسفل الفيديو ولا تنسوا تسجيل يعجبكم والالتحاق بقناتنا لمزيد من الفيديوهات المنوعة